مشاهدي أم تيفي مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بيروت اليوم يسرني أن أستضيف فيها الأمين العام لتجمع اتحاديون الأستاذ جو عيسى الخوري أستاذ جو علي وسهلا فيك أهلا فيك أستاذ ساعد تسلا عند كل الأزمات وعندما تعجز الطبقة السياسية على التفاهم أو عندما يبدو النظام مكربج أو عندما تكون الظروف معقدة يبرز من سنة التسعة وستين وقت ما طرح الرئيس شارل حلو ولكن طرحها بخفية يبرز طرح الفيدرالية ليش لا يطرح الفيدرالية إلا بأوقات الأزمات وليش برأيك في هيدا اللغط عليه لأنه بعتقد أنه من أساس تيكوين لبنان عم نحكي على 1920 يمكن كان من المناسب أنه نتطلع على إقامة نظام لا مركزي بلبنان بغض النظر عن مين كان عنده أكترية وقت لأنه إذا منسترجع شوية اللي كان صار بالزمنات إذا منسترجع شوية اللي كان صار بالزمنات ظهرنا من نظام المتصرفية اللي كانوا بس قبل ملاحظة صغيرة بدي بدي إيلك أنه أنا تنقدر نوصل لحال لازم نكون صارحين مع بعض ما بقى لازم نلبس كفوف لأنه عامل الوقت ما بقى لمصلحتنا واحد يكون بوليتيك ما وكوريك ما هلأ قريح ما بقى فيه لازم نقول إشياء مثل ما هي نقول حقيقة تحتالي نوصف المرض ونقدر على أساسه ونقدر نلاقي الحلول ظهرنا من نظام متصرفية اللي كانوا المسيحيين بشكله فيه تقريبا من جبل لبنان نظام متصرفية تقريبا 82% وصلنا لـ 1920 مع اللبنان الكبير المسيحيين كانوا بشكله 56% من تركيبة المجتمع اللبناني 56% المسيحيين 20 سنة 17 شيعة و7 دروس يمكن وقته كان لازم ننزل لإقامة نظام سياسي لمركزي بياخد بعين الاعتبار التنوع الثقافي يلي مركب منه البلد ولكن بما أنه وقته كان في عنا عام لين المسيحيين بيعتبروا حالهم كانوا هني أكترية 56% بدوا نظام مركزي يقدروا يسيطروا فيه من خلاله زيد على الشيء أنه يلي كان عم بيساعد بالتكوين لبنان هني هي فرنسا يلي بتركيبتها الأساسية بتفكيرها هي نظام مركزي كتير كتير قاسي بس كتير عم تفكر بفيدرالية للبنان وسوريا كون فيدرالية كنا عم يفكروا كون فيدرالية خلينا بلبنان نحنا دونك لو كان من الأساس فكرنا أنه ناخد بعين الاعتبار التنوع الثقافي الموجود بلبنان بفتكر ما كنا وصلنا لي لي وصلنا لي اليوم لأنه من 1926 عملنا أول وثيئة دستورية اللي هو الدستور بس للتشكير خلال منائش الدستور بيتقدموا النواب المسيحيين وقتاً باقتراح بإلغاء الطائفية السياسية اعترض عليها النواب المسلمين وحقهم لأنه وقتاً كان معادلة ديموغرافية مختلفة مثل ما هي اليوم 1943 تغيرت شوي المعادلة الديموغرافية وكان في غير اعتبارات المسيحيين قرروا يعطوا شوي للمجموعة السنية بالتحديد السنة للمجموعة المسلمة بالتحديد السنة ولكن تناسوا أنه في مجموعتين ثقافيتين يلي هني من نواة تشكيل لبنان هي المجموعة الدرزية والمجموعة الشعية ما أخدوهن ما عطيوهن كتير بالدستور أخدوهن معين الاعتبار فاست فورورد 1975 صار عندنا مشاكل بالآن 1990 اتفاق الطائف باتفاق الطائف المعادلة الديموغرافية كمان تغيرت ودخل عليها المجموعة الشعية كمان في تناسي بالدستور إذا بدك أو بالاتفاق يلي صاير من خارج الدستور للمجموعة الدرزية يلي هي أساس بتكوين لبنان بس يعني بين هلالين مشا للتأكيد أنه المجموعة الدرزية كان دايما موقع متقدم بحكومات ما بعض الاستقلال لدرجة أنه بحكومة للرئيس بشارة الخوري كان عندك وزيرين درزيين وزيرين سنيين وشيعي وحي وكانوا ياخدوا ما يسمى اليوم الوزارات السيادية الممنوعة عنهم صحيح بس هذا كان يصير كله من خلال كباش من خلال كباش سياسي يلي يقزم الوضع يعني أنت عم تسأل سؤالك الأساسي أنا عم بعطيك هسرت سريعا لحتى لجرب جاوبك ليه كل ما بيكون في عندنا أزمة نوصل لنظام نحكي عن نظام الفيدرالي لأن نظام الفيدرالي أنا بيعتبره هو أسمى مظاهر اللامركزية بأي معنى إذا بتطلع على الدول يلي عندها نظام فيدرالي بالعالم وهي 26 دولة بعيش فيها تقريبا 42% من شعوب العالم كلها إذا مش معظمة كلها انبنت على أساس تعدد الثقافات يلي موجودة داخل هالبلاد يعني بمجرد أن يكون في عندك مجتمعات متعددة الثقافات إن كان إثنية إن كان دينية إن كان ثقافية اللي هي كانوا يقولوا أسلم طريقة تحت تلك كل مجموعة تقدر تعيش مرتاحة وتمارس خصوصيتها إنه نعمل نظام لمركزي وأسمى مظاهر المركزية هي الفيدرالية بس الولايات المتحدة يعني تنظيم فيدرالية بس التقسيم جغرافي صحيح صحيح كل نظام فيدرالي بكل بلد عنده خصوصيته بيأخذ معين الاعتبار تركيبته الديمقرافية تركيبته الاجتماعية حلا بس اسمحني بس تحت تلي أقدر أصلك لهون لأنه نحن بالأساس كتجمع اتحاديون إلنا كانش خمسة عشر سنة بلشنا نواية صغيرة كنا ست أشخاص كبرنا لسبتعاش واليوم صنع تقريبا خمسين شخص تمائنة واربعين بالتحديد نحن بالأساس كنا نجتمع دوريا تحت تالي نجرب نلاقي حلول للمشاكل اللي عم يوجهها في لبنان عم بحكيك من خمسة عشر سنة أو أكتر من عشرين سنة نلقى فتاس كت طرحكو فيدرالية لا أبدا نحن كنا عننظر على دولة مدنية علمانية هيدا كان التفكير يلي كان ننظر وكنا عم نطلع كيبنا نلاقي حلول للكهرباء كيبنا نلاقي حلول لمشاكل التليفونات كيبنا نلاقي حلول لمشاكل المرفأ مشاكل الضمان الاجتماعي تقليف الحكومة وصلنا لنتيجة بالأخير لقناعة إنه كلنا سوا بلبنان عم نجرب نلاقي حلول لتدعيات المشاكل وما أننا عم نطلع على أصل المشكل ما هو أصل المشكل؟ أصل المشكل هو نظام سياسي مركزي لدولة متعددة الثقافة لأنه أهم شيء تحتى لأي دولة تقدر تعيش باستقرار وبسلام أنه يكون دستور هو مريع لتركيبة المجتمع نحن مجتمع متعدد الثقافات القاعدة إذا كانت تعددية الثقافات تعرف حضرتك أنه في كتير اختلافات ثقافية ضمن الطايف الوحدة فأين ستطع الحدود؟ ما فهمت عليك يعني مثلا هل أنت تعتبر أنه مسيح بيروت هو مثل المسيح الشمال ذات الثقافة تبقيته؟ عنده نفس الهوية حتما الجغرافية اللي واحد بيكون عايش فيها بتأثر عليه ولكن عنده نفس الهوية الثقافية يلي اتطورت مع الوقت لك بدي أعمل أنالوجي بدي أعمل تشابه مع يلي عنا يهي بأمريكا يلي تطور الهوية الأمريكية هني الإيرلنديين الأمريكيين يعني بحب هيدا التردينيون في عندك إيرلندي أمريكي عندك صيني أمريكي عندك إيطالي أمريكي عندك عربي أمريكي وهلهم مجران كلهم جيبوا ثقافتهم جيبوا الباجاج تبعون ووضعوه على الطاولة وطوروا سوا هوية مشتركة هي الهوية الأمريكية نحن في لبنان على نفس الشي نحن تعاطل بس بأمريكا في عندك كان اثنية غالبة هي اللي فرضت الهوية الأمريكية ما كان التعبير عن الانجلوساكسون بروتستر صحيح بالتالي كان عندك خلينا نقول فيكتور قائد العملية اللي فرضت الهوية المعينة والفهويات الصغرى لا تزال موجودة صحيح صحيح الدستور يعني النظام المركزي رحنا اطلعنا على الانزمة الموجودة بالعالم وشفنا استعرضنا النظام الفيدرالي بأمريكا بكندا بألمانيا بسويسرا ببلجيكا وبالإمارات العربية المتحدة يلي ما لازم ننسى انه هي عندها نظام فيدرالي وصلنا لنتيجة انه اقرب اقرب تركيبة للتنوع الثقافي اللي موجود اللي ممكن تشبهنا موجودة بأوروبا اللي بالتحديد سويسرا سويسرا بلجيكا ألمانيا ولكن بالتحديد سويسرا ليه لانه السويسرا من بعد ما صار في حروب بين بعض لأربعمائة سنة السويسرا مقلفة من أربع اتنيات ألمان فرنسيين تليين ورماش مشان هيك فهي عندهم أربع لغات رسمية بسويسرا وعندهم ديانتين أساسيتين كاتوليك وبروتستان وحتى البروتستان مقصومين لقسمين كالفينيس وليتاريان مشان هيك قدروا عملوا التركيبة واتفقوا تفقوا انه في خصوصيات لكل مجموعة نحنا خلينا نركب هال هال كانطنات اللي نحنا عايشين فيها منحافظ على خصوصياتنا الاجتماعية كل واحد بيعمل يلي بيريده وفي اشي مشتركة هيدا منسلمها للدولة المركزية بس للتسكير سويسرا هي 6.2 مليون سويسراني نحنا بلبنان 5.7 مليون لبناني يمنون كتير بعاد عننا هن موزعين على 26 كونتون بس لهيدا التسكير معناتها أنه عم تحاول تقارن لبنان لأمريكا الموديل الأمريكاني ما بيشبهنا يلي بيشبهنا أكتر هو الموديل السويسراني ولي حد ما الموديل الإماراتي والكندي والكندي أكتر ملتينيسونال مضبوط الكندي ملتينيسونال ولكن الطرح عجبني لأنك مطلع ملم ملم بيكفي نتابعك المطرح لأول مرة مثلا أنا سنة التسعة وستين وكان بعده الحل مرفوض من الجميع سرعان ما بلشت الجبهة اللبنانية تطرحه بال خمسة وسبعين ستة وسبعين سيز أطوان نجم الرئيس شمعون موسى برانس إلاخ إلاخ تقدم حتى بس بآخر التمانينات تراجع هيدا الطرح حتى عند المسيحيين لأنه يصطدم بثلاث عوائق أساسية أول واحد موافقة الأطراف كل حضرتك لما حكيت عن سويسرا كل الأطراف متوافقة عليه بالولايات المتحدة مثل ما قلنا المحرك الأساسي فرضوا على الآخرين بلبنان هل تعتبر أنه يمكن أن تتحقق الفيدرالية خاصة أنه قد تكون أكثر من نصف اللبنانيين مش مع هيدا الطرح لك في عدم فهم لمبدأ الفيدرالية في لبنان إحدى الأسباب تابعه هي أيام الحرب لمن إحدى المجموعات اللبنانية كانت تطرحوا وكان المفهوم تابعه كأنه تقصيمة يعني اليوم في كتير من الناس بيعتبروا أنه الفيدرالية هي تقصيم هذا شي خاطئ الفيدرالية تعريب كلمة فيدرالية هو اتحاد مشانيك منقول جمهورية ألمانيا الاتحادية ريبيبليك فيدرال دالمانيا الإمارات العربية المتحدة ينايتد المتحدة أرب أميريتس نيكوفيدرالية يلي عم جرب إليك أنه لا شك لازم يصير في تثقيف أكتر واعي أكتر للمبدأ الفيدرالي أنا بدي أكرر لك الفيدرالية هي أسمى مظاهر اللامركزية بس للتاريخ نحن بالـ 1920 متل ما قلت لك 1926 اللي من وضعنا الأول دستور كنا تحت الانتداب الفرنسيوي 1943 صار عنا استقلال من 43 للـ 1975 32 سنة يلي حكموا فعلاً لبنان هني المسيحيين ومارد يمكن بالتحديد بس المسيحيين هني فترة 32 سنة بغض النظر كيف كان لبنان في مجموعات لبنانية وعن حق ما كانت مبسوطة 75 لتسعين للأسف اتلنا بعض تسعين للـ 2022 في مجموعات لبنانية أخرى سنية وشعية حكمت لبنان وعم تحكم لبنان وفي مجموعات لبنانية أخرى وعن حق منا مبسوطة الشي المشترك لهالفترتين هي 32 سنة ب32 سنة هي النظام الدستوري المركزي عنا نظام سياسي مركزي هو شي مشترك لهالفترتين يلي منو عم بيكون مريه لتركيبة المجتمع بتعبير آخر أنا اليوم إذا جيت قلتلك في عنا أرض 10,452 كم موجودة عليها مجموعات ثقافية مسيحيين 31% وعم بعطيك رقم مزبوطة مسيحيين 31% سنة 31% شيعة 32% دروز 5% أو 6% بدون نعيشوا سوا بدون نعيشوا بأمن واستقرار أي نوع من نظام ممكن توضع لهم إذا جينا وضعنا نظام مركزي أي من هالمجموعات اللي من بتاخد هي السلطة رح تفرض خصوصياتها بغض ننظر إذا الخصوصيات منيحة جيدة ولا منيحة جيدة طيب المجموعات الأخرى يمكن ما تكون مبسوطة الحل هو إذا بنا نبلش نقلع من السفر إنه نجي نقول تنخلي كل هالمجموعات مرتاحة وتحافظ على خصوصياتها لازم نكون في عنا دستور لا مركزي لا مركزي وبكرر أسمى مظاهر لمركزي هي الفيدرالية تحت تالي بالخصوصيات اليومية تكون كل مجموع عم بتمارس ياللي بتحبه وما حدا عم يفرض حاله على التاني وبالإشة المشتركة منكون منسلمة للدولة الفيدرالية اسمح لي بس بدي أعطي بس مثلا بحب أعطي عطول لأنه أحد الأعضاء التحديوني اللي هو صديقي بيخبرني معلش أنا بحب بسط عطول الأمور بيقلي أنا رح بسط لك يا جو الفيدرالية على طريقتي وقت كنا صغار أنا وخي كنا ساكنين بزيت البيت أنا أهوش وهو لأنه هو بالنتيجة خيص عمل مهندس كتير هيك كري أنا رح لعب في فوتبول إجي عرقان نام عالتاخد جيب معي بيزا أكلها حط الغراد الوصخ على الأرض نام بلا ما أتحمم خيي أخوات كل يوم اتخانقنا وخيي كل يوم لما نكبرنا بي تحسن وضعه كبر البيت صار كل واحد عنده قوته من وقته من وقت ما صار عمنا 15 سنين لليوم هني خمسينيين نحنا أقرب أصدقاء وبحياتنا ما اتخانقنا بقى بقى بالتبسيط طبع مسهم الفيدرالية الفيدرالية هني ناس عايشين ببيت واحد بس كل واحد عنده قوته تحته دي ريماريس خصوصياته وما حدا من المجموعات الأخرى بتفرض خصوصياتها على المجموعات يعني أستاذ جو قبل ما تتابع لأنه ما جوابتني عن مواقف الآخرين بس بدي أرجع للمثل اللي حضرتك عطيته صحيح إنه الأوضى الوحدة لما كانوا المسيحيين بأوضى وحدة تعرف إنه شو صار تتذكر أي متى بـ 76 75 76 78 83 84 85 88 دا شو كانت معنا وقت ه؟ كان في قوضة واحدة حرب بس كان في قوضة واحدة كان في حرب وكان في تسابق على سلطة مركزية هيدا برجع رأي لك سلطة بالقلب ما كان في سلطة مركزية واحده وحتى بعد الحرب اذا بتشوف التنافس اللي عم بيصير بالجامعات التنافس اللي عم بيصير بالانتخابات البلدية النيابية ضمن الغرفة الوحدة يعني ما بعتقد انه فينا نستبشر بديموقراطية ماني موفق معك رح قللك ليه لانه اليوم الاشكالية اللي عين فيها من خلال السلطة المركزية فيه نوع من ترهيب وتجنيد لفكرة الطائفية سنة شيعية درزة مسيحة انه انا بدي مثلك تحتالي احميك تحتالي احميك من مين من الاخر نحنا لمن نظهر من هالفكرة لمن بيصير الشقة الديني ثانوي ما بقى حدا في بيعني فكرة انه انا خليني انا مثلك ومشوف كيف بيحميك اكتر من هيدا الشخص الاخر هيدا واحد اتنين اتنين لما نعطي نعطي امكانية للسلطات المحلية هي تكون اتمارس دورة متل ما لازم من خلال الضرائب من خلال الانتخابات الدورية والمحاسبة المحاسبة بتقوى المشاركة بالانتخابات بتتحسن والفساد بقل معناته صار المحليين المحليين بيعرفوا مين يختاروا اذا يلي اختاروه كان سيء لحياتهم اليومية بعد سنة او سنتين بيغيروه بس للتفكير واخر مثل فؤاد شهاب كان من اهم رؤسة جمهورية جلان جلان بتاريخ لبنان تاريخ الجمهورية الاولى فؤاد شهاب ما كان يقدر يجيب رئيس بلدية بكسروان لانه ابن البل ابن الضيعة بيعرف احسن مصلحته من اي شخص اخر ده بتلاقى كان يجيب البدوية بالبلدية وبالنيابية وبكل شي مش هايدي معلوماتك بس مش هيدا المهم ولا اول مكتب التاني مش هيدا المهم مش هيدا المهم مكتبت كان يمشغل عغير صعيد نهوه كل شي من المختار كان للمدكية مهم السؤال التاني استاذ جوك عيسى خوري انت ايضا شخصية مربوقة في هيدا البلد وعندك صداقات بكل الاوساط هل تمكنت من اقناع نخب قبل ان نقول جمهور اسلامي وانت لديك اصدقاء كثر كثر لك نحن هلأ بشرنا باتحاديون باطلاق لانه مخلصنا المشروع تبع الدوس لانه لدينا دستور دستور جمهورية لبنان الاتحادية انهيناه من كم شهر وهلأ بشرنا باذا بدك عملية تفسير شو هو هالدستور كيف التركيبة تنقدر نحافظ على شغلتين اساسيتين يعني بكل التفكير يلي احنا اشتغلنا عليه واحد نحافظ على 10452 مشان هيك السلوغان طبعنا هو مساحة لبنان الفيدرالي 10452 كيلو متر مربع هيدا واحد من شق والشق التاني الو علاقة بالحفاظ على خصوصيات المجموعات المكونة للبنان على هيدا الاساس نحن بنينا دستورنا وبنينا الاقتراح تبع الدستوري اللي هو للمناقشي وبيشرنا من تقريبا شهر لليوم النقاش مع مجموعات مختلفة ان كانت مجموعات مسيحية او غير مسيحية يعني انت بتعرف سيس جو يعني لش سألتك هذا السؤال يلي اكيد صعب كتير لانه النخب يلي معنية بالخطاب والحوار هيدا هي نخب ما بتحب انها تكون موجودة بنطاق يطغع ليه لون طائفة معين صحيح وبالتالي هي بتفضل تكون موجودة بمراكز اختلاط صحيح كلنا هيك فكيف انت بدك ان الناس هيدا تقتنع بافكار تنحوا بالتجاه خلينا نقول الغرف المتعددة في المنزل الواحد ما فهمت ميه عليك سؤال لا انت بتعرف انه النخب اللي انت بتتواصل معه بالتحديد هي نخب ميلة مدنة علمانة اختلاطة شيك صحيح طيب هيدا كيف بدك تقنع بالتوزع على الغرف في البيت الواحد وهي ما بتشوف حالة فيها تعيش في غرف يطغى عليها لون اخر الجواب على سؤالك هل بتعتقد في اي من المجموعات اللبنانية المكونة للبنان عندها شك انه النظام اللي احنا عايشين فيه ما انه ماشي بقى ولازم نغيره هل النظام نحنا عم نمارسه لنا من وقت ما خلص التحرب من 30 سنة الى اليوم هل هو عم بيساعد على خلق وظايف ارساء سلم اهلي خلق شو اسمه وقف الهجرة ولا بالعكس كل يلي عم قلك عنه وعم بيسير بالعكس يعني اليوم فيه اناعة صار عن كل مجموعات مكونة للبنان وهيدا النظام يلي قلنا 100 سنة عم نمارسه ما انه عم يفرز لنا الا ازمات وحروب وصار وقت انه نغيره طيب اذا بنا نغيره صار لازم يكون في عنا الجرأة الجرأة انه نجي نتقدم بطروحات هلأ البعض بيقول خلينا نعدل الطائف ونشوف بركة فيها نمشي فيه البعض بيقول حتى خلينا نمارس الطائف برغم الشوائب التيري اللي موجودة فيه في منروح من ابقاء على الدستور الحالي مع تعديلات او طرح اللامركزية او طرح الفيدرالية او فيه ناس بتحكي حتى بالتقسيم كونفيدرالية او تقسيم مش مهم المهم انه نقدر نتواصل نقعد على طاولة وحدة نقعد على طاولة وحدة تحتالي نتحاور ونقول هيدا الطرح وانا بشوف لهيدي الاسباب بيعتقد انه هيدا هو النظام الانسى بتا نقدر نعيش سوا بسلام لانه انا اللي بيضيقني انه صار في مفردات صارت مقبولة من الجميع مثل المرشح الفلاني للدولة الفلانية لرئاسة الجمهورية او لرئاسة الحكومة هيدا صارنا هيدا منقبل فيه هل هالشي مقبول هل توقف الفلانيه او انا بتزيد اكيد بتوقف اكيد بتوقف لانه اليوم طالما طالما السلطة مركزية فيه نوع من سبق على مين بده يقدر يوصل لها السلطة المركزية ويمارس حاله على البقية يوم اذا كنت انت ريحت لجميع المجموعات وقلت لهم انتو سلطتكن بتكون ضمن هالمحافظة اللي انتو قاعدين فيها محافظة بروفنس كانتون فينا سامية البدنية وهيدي السلطة المركزية ما عادت مهمة صارت تنوية مثل وضع بسويسرا خلينا توقف عن فاصل لانه قطعنا نص الوقت بتوقف عن فاصل اعلاني من بعده ما نبلش بالأسئلة الصعبة هذه المرأة الأسئلة الحين بتمنى عليك الأسئلة الصعبة اهم هذه الأسئلة كيف يمكن يعني يلي بعد اذا بقيت طرح مسيحي يلي هني 31% ان يقنعوا 70% بالفيدرالية سؤال الصعب التاني بس انت مين قالك انه 70% كلهم ضد بد يعني شل يعني ناطري هلا هو حتى ومين قالك 51% معه طبعا انا مع الطائف مثلا تاني سؤال صعيب القضايا الاشكالية يلي هي المالية والدفاعية والخارجية يلي هي اسباب الخلافات بين اللبنانيين هاي دي بالدولة الفيدرالية موحدة احدى الاسباب مش 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 كبس بس نحكي عنها بعد بس انه هاي دي ضمن يعني المشاكل الاساسية اللي علقت بلبنان من ال69 لليوم صعيب واذا بقيلنا وقت نحكي شوية بهمني رأيك بموضوع الكابيتل كنترول تعطينا رأيك هل يخدم الاقتصاد اللبناني اللي انقاذه بس الفيدرالية كمانا مشروع حلل الكابيتل كنترول هلأ بشوف محطة وجهزة وانعود نتابع مشاهدي ام تي في هذا الحوار ضمن بيروت اليوم وضيفنا الاستيس جوعي سالخوري الامين العام لتجمع اتحاديون قبل ما نتابع سالخوري شو فيك اتعرف عن اتحاديون كيف الهيكلية تبعيتها وما هو شكل الفيدرالية اللي بتقترحه يعني اليوم على الاقل بلبنان صارعنا ثلاث اربع طروحات فيدرالية وهلأ في سؤال كمان من الاسئلة الصعبة انه كيف لا يتمكن الفيدراليون انفسهم من انه يتفقوا على رؤية واحدة من هو اتحاديون رح بلش لك بالاخير انا ضد احد احدية الصوت او احدية القرار بالعكس تنوه هو غنى ولم يكون في افكار كتير هدي عنوان ديمقراطي وفي بيكون في افكار اكتر دونك ما عندي اي عقدة تجاه انه في مجموعتين او ثلاثة عم يطرحوا مبدأ الفيدرالية بس العلاقات غير جيدة يعني معلوماتنا المعلومات السائدة مش انو يعني مش على علمي وهذا شي ما انا عندي علاقات مع كل اللي بيعم يتعاطوا الفيدرالية بحكي معهم من وقت لوقت وحكي معهم مني على التواصل داي حكي معهم بعرف شو هني افكارون هني بيعرفوا شو افكارنا ان احنا من ضمن اتحديون بس وما سألتني على اتحديون متل ما ذكرتلك بالاساس انو اتحديون هي مجموعة من رجال اعمال وسيدات سيدات اعمال وناشطين بالمجتمع المدني ما حدا مننا حزبي ما منتعاط السياسة ما مننا حزبيين ومتل ما كمان ما ذكرتلك توصلنا لاناعة انو الاشكالية اللي عنا ايها هي انو السبب المشاكل هو النظام السياسي المركزي اللي عم يخلقنا حروب وازمات خلال ثمانين سنة اللي شو شكل شو شكل الفيدرالية احنا تجمع احنا تجمع يعني يعني يقال كمان من احد اسباب او المعوقات امام الفيدرالية الاختلاط السكاني انو خصوصا حسب الهوية يعني بعض اللبنانيين لليوم اذا بدوا يرجعوا قيد اعتزاز كل واحد بيعتز بضيعته ومنشأه فيه اختلاط كبير جدا ونحن بنا نحافظ عليها هيدا الاختلاط بتمنى لو كان انا بعدتلك نعم خريطة بس اقلك لانه بما انو نحن خريطة الكبيرة لا طلعنا على طلعنا على خمس او ست انظمة فيدرالية بالعالم واستوحينا من نظامين موجودين اليوم واحد هو الامارات العربية المتحدة والتاني هو السويسرا بتمنى اذا ممكن ينحط على الشاشة بس تحت تلي قدر احضره هيدا فينا نبلش بياللي قابله تبع الامارات تبع الامارات اي لا خريطة هي خريطة الامارات اوكي بس بالانتظار يعني عملي باشي هيدا ايه هيدا هي بتمنى انا تكون من شايفة منيح هيدا هيدا عملنا سكان الامارات العربية المتحدة اذا بتشوف دبي على الشمال بالاخضر دبي عندها شقفة تانية على اليمين كمين تبع على اله بس منا متصلي فيها الشارجة نفس الشي الشارجة يلي بتجي دغري بعد دبي فوقها تمام اوكي عندها ثلاث مناطق على اليمين كمين تبع على الشارجة ومنا متصلي فيها نفس الشي لعجمان نفس الشي لراس الخيمة نفس الشي للفجيرة بس بكل منطقة بيخد يعني بتخدع لذات الانون صحيح فينا نفرج يلي وراها الخريطة يلي وراها كمين على الامارات امارات ايه ولا هايدي خريطة يلي على الشمال بتشوف المنطقة الغامقة هايدي الشارجة شفتها واضح طيب في ثلاث فلشات يلي بيفرجوك ثلاث مناطق ثلاث مناطق يلي تابعين للشارجة ومنوا متصلي أبدا فيها لاي لأنه من ركب الفيدرالية 1971 هايدي المناطق يلي عايشين هونيكي قالوا نحنا لحيثيات ثقفية قبالية دينية يلي هي مش مهم نحنا نمشبه جامعة الشارجة وبدنا نظلنا تابعين للشارجة علما أنه المنطقة تابعة على سلطرة عمان يلي كمين بالنص 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 هايدي نقتل بالنص هايدي مكبر لكيها على اليمين يلي هي تابعة على الشارجة ضمنا بقلبها في انكلاف جيب تابع لعمان لأنه بيمرسوا الثقافة الدينية تابعهم أقرب لعمان من يلي موجود بالإمارات العربية المحتدة فينا نفرج للخريطة اللي بعد إذا بتريد ولا نفس الشي بسويسرا بسويسرا عنا 26 كونتون بس للتسكير أكبر كونتون مليون ونص نسمة وأظهر كونتون 16 ألف نسمة على 26 عندهم سبعة كونتوني تحت الميت ألف نسمة ريحوا العالم اجتماعيا بحياتهم اليومية تحت تلي صار في عندهم استقرار واليوم إذا تتطلع شي اسمه بروسبيريتي اندكس سويسرا هي عطول الأول بلد بالعالم هايدي بتفرجي هون هايدي بتفرجي ثلاثة كونتونيات حط بعض يلي عشمال اسمه كونتون دوفو اللي ملون بالنص كونتون دوفربور ويلي عليمين كونتون دوبير إذا تتطلع عشمال بقلب فو في ضياء ملونة هايدي تاب على فريبور ما أنا متصل بفريبور ولكن تاب على فريبور نفس الشي إذا بتروع على فريبور بقلبا في انكلفات تاب على فو وتاب على بيرن فينا رو على خريطة لبنان في خريطة متصرفية جبل لبنان إذا بتريد هايدي هي لا لا اللي قبلها عظيم متصرفية جبل لبنان شوفها بالغامة وشوف لبنان الكبير حوليها متصرفية جبل لبنان لما كانوا يقولوا اني يلي عنده مرأة عنزة بجبل لبنان يلي هي عدنا خمسين سنة نقل استقرار استقرار مظبوط بيعتبروهم الناس أكتر خمسين سنة فترة ازدهار بتاريخ لبنان المتصرفية كان في عندك على اليمين منطقة الهرمل تاب على المتصرفية ما كانت متصلة فيها كان في هي وش مصطار أكتر من هيك في ضيعة اسمها الألمون كلنا نمعرف الألمون بعيدة خمسة كيلو متر عن طرابلوس يلي كانت مطوقة بالمتصرفية ولكن كانت تاب على طرابلوس وكانت بيروت من المتصرفية يعني بالتاريخ إذا منتطلع واليوم بالحاضر مضروري يكونوا تجين وصف منطقتين يكونوا متصلين من بعد تيكونوا تابعين لمحافظة وحدة فينا نفرجي هلأ الخريطة طبع لبنان اللي ملونة إذا بتريد ولا نحن عملنا سكان للضيع اللبنانية بحسب القيد بحسب القيد عنا 1300 1302 بلدية ناكور ولونا إلنا كل بلدية تلتين وأكتر من تميين يلي نسجلين فيها خلي 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 الخريطة من تميين لإلها شو اسمه من تميين لون لون ثقافي معين أو لون ديني معين لوناها متل ما هي طلع عنا هيدا لبنان الحال اليوم اليوم هيدا لبنان متل ما هو اليوم هيدا الضياع الضياع بالأزرق هي ماجوريتي أبسولو مسيحية الأحمر الشيعة الأخضر سنة والأصفر دروس هيدا هو اللبنان اليوم نحن بدنا نحافظ على هالموزييك هيدا موزييك نعتبرها موزييك حلوة وبدنا نحافظ عليها متل ما هي جينا قلنا رح نعمل أربع كونتونيت الضياع الزرق كلها سوا كونتون واحد الضياع الحمرة كونتون واحد الأصفر كونتون واحد والأخضر كونتون واحد بتعبير آخر من روع البلدية من قللهم أنتو لمين بدكن تكونوا تابعين لأي لأي تركيبة ثقافية بتحسوا حالكم أقرب شي طبيعوا يجي قولوا نحنا تابعين هيدا شي طب لي ما أعطيتون خيار أنه يكونوا علمانيين هيدا ممكن تصير مع الوقت ممكن تصير مع الوقت لأنه اليوم الحل بيظل هالهجوم الطائفة ما تجي تقول بنا نعلم من البلد أو فيك تابعون لبيروت إنا ستين سنة فيك تابعون لبيروت ولا لا بيزبط رح قل لك شغلين نحنا بالنقاشات اللي عملناها كان عندنا مشروع كمان يكون في عندنا كونتون خامس يكون تابع للعاصم الفيدرالية اللي هي في تاونتون بيروت يونطقة سوليدير بالوسط التجاري وصار في نقاش بهيدا الموضوع بالأخير بالأخير فضلنا أنه نكون هيدا الانطلاقة ومع الوقت إذا كان فيه كونتون كله سوا أو فيه بلديات بدأت جمع حالة بلديات بي كونتونات مختلفة هي تجمع حالة تتعمل كونتون علماني فليكن هذا خيار بيروح ل يالي سيكنيم البلدية بيبقى فيه أشكالية كمان كتير مهمة يلي قلنا عنا قبل الفاصل ويلي كانت أحد أسباب الحرب اللبنانية هي الوزارات الدفاع خارجية مالية هن من أسباب النزاع الأساسية بين الطوايف اللبنانية في الدول الفيدرالية هذه الوزارات السيادية هي واحدة للجميع تحت سلطة الدولة المركزية أو الفيدرالية كيف الحل بيصير بالدولة اللي عم تفكروا فيها أنت بفتكر وعم تقول مالية بتقصد نائدية لا حتى المالية نوع بتحكي التوظيفات عندما تحكي الدرايب تعرف شكوى الدرايب من سنة الاثنينة وستين أنه في طوايف عم تدفع أكتر من طوايف السياد سانتوان الإشكالية اللي الكلب يقع فيها وإنت عم تقع فيها كمان عم تعمل البروجيكسون لقدام بظل تفكير تركيبة مركزية اسمح لي أقول لك شو شو البقصود فيه نحنا بالتركيبة اللي نحن ترعينا عم ننطلق من تحت لفوق والشي الأساسي بس اسمح لي أعمل تمييز بين اللامركزية كنت متظر منك تسأللي شو الفرق بين اللامركزية والفيدرالية اللامركزية هي السلطة المركزية بتاخد قرار بتطلع قوانين بتتخلى فيها عن بعض من البريفيلاج اللي عندها إياها من السلطات اللي عندها إياها وبتعطيها للمناطق أو للبلديات وفيها تستردى ساعة اللي بدها بالنظام الفيدرالي العكس بيصير العكس هو صحيح يلا بيصير يعني منبلش من البلديات من العالم من الكنتونيت بيجتمعوا سوا بيقولوا نحنا شو فينا كل واحد يعملوا لحال نحنا بين بعض شو فينا كل واحد يعملوا لحال زبالي كهرباء مي بدنا ندهن البيت وهلوم مجرًا هيدا كله نحنا نعملوا على الصعيد البلدي أو الكنتوني المحافظة وما تبقى يلي بيكون مشترك لإلنا نتركه للسلطة الفيدرالية اللي هي السلطة المركزية بتكون من ضمن النظام الفيدرالي وهيدا السلطة المركزية ما فيها تخدهم من الكنتونيت أو من البلديات نحنا الطريقة اللي مراكبينا برجع بيلك استوحينا أكتر من سويسرا مش من الولايات الأمريكية المتحدة قد يالك تيضاع الضريبة بسويسرا تقريبا على الصعيد الفيدرالي بيشكل تقريبا شي 30% أو 25% نحنا بعدين هيدا على كل حال هيدا شي بي بس عفوا بس هيد سؤال أنه 35% لل للسلطة الفيدرالية يعني 65% لل نحنا بالمودالي اللي شغلين عليه تقريبا تقريبا وهيدا كله بيتقرر بعدين 40% للبلدية 30% للمحافظة أو الكنتون 30% للسلطة الفيدرالية يعني عندك مقيم بيكون ببلدية بيدفع ضرائبه البلدية بالمحل اللي هو عايف فيه بغض النظر لأي كونتون هو بنتمي بغض النظر شو تبعيته الثقافية يعني إذا بنا نقول شخص لبناني درزي ساكن بجونية بيدفع ضرائبه ببلدية جونية وبنتخب لأنه هو درزي بنتخب نواب الدروز النواب الكنتون الدرزي وبنتخب حاكم الكنتون الدرزي وبلدية نفس الشي بلدية التعطة العصرية النواب الكنتون هالأصاد بيصير في عنا أربع بارلمانيت لكل كانتون في عنا بارلمان وعننا أربع حكام لكل كانتون إذا منجمع هالأربع بارلمانيت بيشكلوا البرلمان الفيدرالي وإذا منجمع الأربع حكام للكانتوني بيشكلوا المجلس الرئاسي إنت أنا عم إلا كيف التركيب تقدر جاوب على سؤالك بس للتسكير أنه بسويسرا اللي فيها 26 كانتون المجلس الرئاسي اللي بيكون الحكومة الحكومة الفيدرالية فيه سامع أشخاص ليه؟ لأنه بيعتبروا أنه معزم على الأرارات موجودة داخل الكنتون أو داخل البلدية ما أنه سئلنين فوق شو عم بيخدوا أرارات خاصة وأنه هني بيدستورهم ركزوا الحياة وعن نصل على السياسة الخارجية أو السياسة الدفاعية نحنا في عنا كان خيار نجي نقول بدوا سورنا بدنا نعلن الحياة واجينا قلنا رح هيدا المجلس الرئاسي يلي رح يكون مكون من أربع أعضاء يعني أربع حكام تبع الكنتونيت رح ياخد كل القرارات تبعه بالإجماع بالإجماع والشغلتان الأساسي تاني يلي بيصوت عليهم هي السياسة الدفاعية أكيد والسياسة الخارجية بتعبير آخر إذا كان فيه ثلاثة من أربعة قرروا يعلنوا الحرب على بلد معين بيكفي أنه واحد يقول لا يصوت لا تحت تالي ما يقدروا ياخدوا هيك قرار بالتعبير آخر نكون عم نفرض نوع من نوتراليتي حيات دي فاكتو لأنه تنقدر تنقدر نبني هيك فيدرالية لمجتمعات ثقافية متعددة وتنجح لابد من أنه نحيط حالنا لأنه الإشكالية اللي عنا إياها نحنا بلبنان ما أنا إشكالية علاقات أدمنستراتيف بين السلطة المركزية والبلديات نحنا الهواجس اللي عنا إياهم بلبنان بتتخطى هالشي في عنا إشكالية ميلية عنا هواجس وجودية للبعض وأهلوا مجرن علاقات خارجية للبعض الآخر لأنه برجع ضمن السلطة المركزية إذا مجموعة معينة سيطرت على السلطة المركزية وعندها علاقات حميمة مع دولة معينة يلي هي معاكسة ل شو اسمه لحيثيات أو العلاقات مجموعة أخرى ممكن عم تخلق لنا مشاكل بس للتسكير فيهنا وفد راح على سوريا من كم يوم مظبوط هل كان فيها الوفد أي وزير سني أو درزي لا لأنه المجموعتين يلي هندي مجموعات ثقافية مكونا للبنان عندهم تعاطي مع النظام السوري مختلف عن المجموعة الشعية وبعض من المجموعة المسيحية لون ما فينا نظرنا عايشين بهذه الإشكالية هاي دي بدنا بنهجي كيف تنحلت كانت هاي دي بالفدرالية بالنوتراليتي يعني في النوتراليتي نوتراليتي بلد حدنا صار له زلزال إذا ما بده طرف روح أنا ما بروح لا أكيد لا في أنت ما تخلط الشئ الإنساني بشكل السياسي لا ما هو سيزيوب يعني هذا عمليا هو ما تخلط إذا ما ببدي أخلط ليه ما راح السنة والدرزة لأنه بيعتبر حاله أنه غير معني هذا شعن الإنسان ما بتعرف يمكن بعضه يمكن بعضه مساعدات على سوريا ما بعرف ما بعرف كيف بدك تحدد ما أنت هاوضي قضايا إشكالية مش موافقينك أصلاً على طرح الفدرالية رح جاوبك بغير طريقة وبتمنى أن أقنعك نحنا لو كان عنا هالتركيب الفدرالية ما كان عناك بالأساس إشكالية من خلال نظامنا مع النظام السوري أو مع إيران أو مع السعودية أو مع الفاتيكا أو مع فرنسا إنا على علاقات لأنه نحنا نحنا بس إحنا لو كنا بالفدرالية وصار الحرب السورية يعني أنت برأيك مثلاً الشيعة والسنة كانوا رح يقولوا نحنا على حياد إذا بدنا إذا بدنا نضلنا نعمل برويكشون للمستقبل بالتفكير أثقال يلي عم نعيشه ويلي عشناه ما رح نوصل لمحل نحنا عم نعمل برويكشون المستقبل منكون قررنا كلنا سواء نعيش بسلام ونحيط حالنا على كل مشاكل عالم تاريخياً نطلع على لبنان في عنا لبنانية أكتر من 125 بلد بالعالم نحنا ما فينا إلا نكون مناح مع كل دول العالم بعد عنا ديقة ما هي استراتيجيتك للمرحلة جاي بدنا روح نحكي مع كل المكونات اللبنانية تحت تالي نفهمهم أنه هيدا المشروع أساسي يلي ممكن ينقذنا ويزيع عنا كل وزر يلي عم تبعيات تبع النظام المركزي اللي عم يخلق لنا مشاكل وحروب لنا من 80 سنة لليوم ما عنا غير حل في عند وقت أعطيك مثل صغير بعد ما عشرين ثانية عشرين ثانية لا هيدا بدو أكتر من عشرين ثانية كم بدي خبرك عن المطبخ اللبناني بس تنعمل أنالوجياً المطبخ اللبناني يلا بنا رأي لك المخرج عظيم ممنونينك شو المطبخ اللبناني كب النية والتبولة والقصبة والمجدرة زيد علييا شوية أكل حلبي شوية أكل شامي شوية أكل أرمني شوية أكل تركي شوية أكل شو اسمه مصري فول وفليفل شوية أكل تلياني مع كاروني بحليب كله سوى انخلط وتزبط تحت تالي كل المجموعات المكونة لهيدا المطبخ تمسد فيه يعني بتعبير آخر إذا جيد بدك تاكل كباب كرس بسوريا طعم تغالك عن الكباب كرس اللي بتاكله بلبنان لأنه في إحدى هالمجموعات المكونة للمطبخ بتحب عسل أكتر التاني بده سمنة أقل التالتي بده ملح شوية زيادة أو بهرات شوية زيادة بتعبير آخر المطبخ نعمل المطبخ نعمل تحت تالي كل المجموعات المكونة للمطبخ تكون مبسوطة كل الوقت نفس الشي تعمل أنا هيدا هيدا هو المبدأ الفيدرالي عمول أنالوجية على الشئ السياسي بدنا مطبخ سياسي اللي هو الدستور يلي بيكون كل المكونات تبقى مبسوطة فيه السيد جوعيسة الخوري الأمين العام لتجمع الدحديون لازل يكون حلقات جديدة نحن وياك على ما تبين من جدوى الأعمال هذا اللقاء شكرا لحضورك معنا اليوم بشكر ضيافتك وإن شاء الله بمرات جيد نبحث أكتر تطور هذه العملية مشاهدي أم تي في شكرا لكم للمتابعة وتذكير أن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بأم تي في وعبر mtv.com.lb إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا